موسيقى عزيزي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي تحت الضو في هذه الحلقة سوف نصلة الضو عن مرض التوحد ما هو المرض وما هي اسبابه اصعدنا عزيزي المشاهدين ان نستضيف معكم في هذه الحلقة الاستاذ محمود جابر جاد اخ الصائي التربية الخاصة مدير شركة ارادة للتأهيل جمهورية مصر العربي اهلا وصلا بك استاذ معنا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج تحت الضو عبر قناة عاد اهلا وصلا بك وصعدة جدا بان تكون معنا طبعا في هذه الحلقة الاستثنائية بداية عرف السادة المشاهدين عن ما هو مرض التوحد طبعا انا اسعد ان انا شفت حضرتك ومبسوط ان انا جيت في حضر موت او اليمن ومبسوط بهذه الزيارة يعني لازم اوضح ان انا مبسوط بالزيارة اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا ونحن اسعد ايضا كذلك الفكرة او البداية انه مرض التوحد هو اضطراب من اضطرابات النمو الشابر المرض ده او الاطراب ده بيصيب الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة مش هنقدر نقول سبب واضح لان العلماء ما اجمعوش على سبب معين هو ده السبب اللي يخلي الطفل عنده توحد او لا ولكن هو اجمعو العلماء على انه هو مرض جيني يولد الطفل به ولكن بعد الولادة المجتمعات تؤثر يا اما سلبا او ايجابا في مدى خطورة او شدة هذا المرض بمعنى ان هذا المرض له درجات فلو المجتمعات ولد الطفل في مجتمعات متعلمة وقادرة على التعامل مع الاطفال في سن مبكر بانهم يتواصلوا ويتفعلوا بتقل حدة هذا المرض عند الطفل ولكن هو يولد به على طول مباشرة يولد به وافهم من حديثك استاد انه لا يمكن ان يصاب الشخص او الطفل بيئة التوحد من البيئة المحيطة به بعد الولادة لا هو الطفل يولد به ولكن البيئة المحيطة الاسرة المجتمع اللي حواليه ياما يزوده او يخله حدة هذا المرض تزيد ياما تقل الى ابعد الحدود او الى ابسط الحدود فتبقى درجة بسيطة خالص ولكن المشكلة كلها انه هو الولد مولود بمرض هذا بالمرض ده ليس المجتمع وحده هو المسؤول عن ذلك يعني هقولها بشكل عام يعني مش عشان ماهما ثابت الطفل قدام التلفزيون اول سنتين جالت واحد هذا السبب ليس علمي هو الولد مولود كده ولكن لما ثابته في التلفزيون او ثابت الموبايل معاه اهل من ثلاث سنين زادت هذا زادت حدة هذا المرض يعني هو مؤثر الموضوع ده مؤثر ولكن مش في وجود المرض ولكن في درجة حدته والكثير يخلط استاد في هذا الجانب بانه الطفل يصاب بالتوحد مثلا عندما يجلس بساعات طويلة امام التلفاز او عنده يعني الدخول في الاجهزة الذكية كالموبايل او الاشياء الاخرى يعني هل هناك يعني صلة بهذا الموضوع صح التعبير بس خالين اقول انه هو مش هيبقى السبب اساسي في اصابة الطفل بالملد ولكن كل وسائل التواصل الاجتماعية التكنولوجية دي بتؤثر بالسلب في مجموعة من الحاجات المتشعبة حتى لو الطفل تولد طبيعي ولكن عرد للهواتف الذكية قبل ثلاث سنوات للأسف بيؤثر سلبا في تأخر اللغة في تأخر التواصل الاجتماعي فبقى عندنا طفل ممكن ما يبقاش توحد ولكن عنده تأخر لغة الكلام يتأخر اضطراب اخر غير التواصل مشكلة اخرى مش هقدر اسميه التأخر اللغة ده اضطراب انه ده يتأثر بالطفل بسبب المجتمع ده هنا ده المؤثر عليه لانه بيفقد وسائل التواصل او مراحل التواصل بيتأخر فيها يعني لو حيك رايح مشوار وركبت مواصلات متأخر فبتروح متأخر نفس الفكرة ان الطفل لما بيتأخر في التفاعل والتواصل مع المجتمع وان الام بتهتم بيه وتتواصل معي وتسيبه للهواتف او التلفزيون اللي هو ما فيهاش تعلم هات وخد زينا بيقوله لا هو بس منطلقي متلقي 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 هيتأخر في انه يبقى بيرسل الكلمات والمعاية يعني بيكون هناك فيه تشتت جهني متلقي لدى الطفل خلينا نقول الترابل تشتت مختلف شوية لكن تأخر اللغة هو من بعض اسبابه هي عدم استخدام اللغة فانا لو عايز اتعلم لغة انجليزية مثلا طبيعة الحال اتدي احفظ كلمات بعد شوية اعرف قواعد اللغة بعد شوية اعمل محادثة مع شخص بس لازم احفظ كلمات وفي حد يقول هالي الكلمات دي احفظها ازاي يطالة مكتوبة ولا مسموعة ومسموعة واستخدمها فلازم الطفل لما يتولد نبعد عن التكنولوجيا الى حد كبير اي طفل قبل ثلاث سنوات لو سمحتم ميمسكش موبايل في ايده مهما كان يعني على قد ما نقدر لان فيه اطفال بيتشبسوا بيزعلوا بيتخنقوا بيعملوا مشاكل سلوكية لو سمحتم على قد ما نقدر نخليه جزء من اليوم بسيط لكن التفاعل والتواصل اللغة 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 استقبالية التفاعل مع المجتمع ايوه واللغة مقسومة ومع الاسرة ايضا نعم طبعا بس اللغة عشان مشكلة اللغة هي مشكلة اللغة مقسومة قطراتين حاجة اسمها لغة استقبالية ولغة تعبيرية في الفترة الاولونية من الحياة بتبقى لغة استقبالية يعني الولد يتعرف على العالم يعرف ان ده كرسي يعرف ان ده قلم يعرف ان ده ورقة يعرف ان ده كذا يعرف ان ده كذا كل ده لغة استقبالية الطفل لما يقعد على الموبايل ويلعب بس ما دخلوش هذي المعلومات ازاي يستخدمها ويطلعها مش احنا قلنا من شوية عشان نحفظ انجليزي بنحفظ كلمات عشان لما نيجي نتكلمي بعندنا مخزون من الكلمات نقدر نعبر بي بتلاقيه بيحفظ الاشياء اللي بيشوفها ده مش التواحق لا انا اقصد الشخص اللي بتابع اه طبعا اللي متعرض للموضوع ممكن ممكن تلاقيه يحفظ الالوان عشان بيوضيوها اللي بيشوفها فقط غير هكذا انه اه يعني انت حصلوا بعيد من العالم صحيح لكن لما يبقى بيختلط بالعالم ويخرج للطبيعة فيشوف البحر ويعرف البحر ويدوس على الرمل ويعرف الرمل الحواس كلها تتتعامل وتتداخل ربنا تسحان وتعالى لما بيخلقنا وبنتولد وبنيجي للدنيا بنتولد ونيجي للدنيا عشان نتحرك ننزل ونتحرك فنستخدم كل الحواس فيكبره مع بعض هو اسمه نمو كل حاجة بتنمو عوضاء ما بيش حاجة بتنمو قبل حاجة يعني الولد ما بيتحسنش النظر وبيشوف وبعدين بيبتدي حاسة السمع تشتغل كلها بتبتدي مع بعضها فزي ما فيه حاسة البصر فيه حاسة السمع حتى التزوق لازم يدوق كل حاجة حاسة الشم لازم لما يتحرك من اركان البيت ويقعد يكسر وماما تزعل بس هو اسناء ده حاسة الشم بيشم كل الارواح الروائح أقصد كل الروائح الموجودة في المجتمع فبيتعرف عليها احنا لما بنكون معايزين نعرف حاجة احنا بنعرف حاجة ازاي بنشوف الحاجة نعرف اسمها ونتعرف عليها ولما نشوفها تاني نبقى قدرنا اديناها كود عشان نتعرف عليها يعني افهم الحديثك انه بتلاقي انه الطفل متفاعل ايوة يعني بيتفاعل بيلمس بيتحرك بيروح هنا بييجي هنا بيعرف الغطأ من الصح طفل التواحد ما بيكون فيه نرجع بقى طفل التواحد لو عرضنا طبعا للتلفزيون وهو كده كده مولود عنده مشاكل في استخدام الحواس ليست الحواس مفقودة يعني مش معندوش بصر معندوش مشكلة كلمية ولكن في التوظيف هذه المهارة عنده مشكلة فيه انه يعرف ممكن يتكلم ولكن مش هستخدمها بشكل وظيفي يعني ممكن يطلع اصوات لكن ما يقولش بابا لبابا معينه ممكن يقول بابا 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 لكن لما يجي يقول تصاد بابا يقولوش بابا لانه لا يستطيع توظيف الكلمات بشكل مناسم ودي من بعض أو من أهم نقاط مشاكل التوحد إن عنده أنماط أو حركات تكرارية بيكررها تفاعلات عنده محدودة لأبعد الحدود دي بعض السمات للأطفال يعني عشان نقدر نشخص على أساسه من التوحد ولا لأ فيبقى عنده أنماط تكرارية متكررة حركات زي أنه يعمل كده زي أنه يرفرف بتتدي له شعور إحنا ليسا ما عندناش مدلول هو بيعمل له إيه بس هو بيحب يكرر هذه الأنماط المتكررة الكثيرة عنده روتين التمثق بالروتين بشكل كبير جدا إحنا بقى عندنا روتين يعني أنا ممكن أصح الصبح أخسل وشي والبس هدومي وأنزل ده روتين برضو من الروتين خلاص لكن الطفل التواحد لو صح الصبح ولقى أنه المكان بتاع الهدوم اللي كان حطه فيها بيحطه كل يوم اختلف ممكن يعمل أزنة يعمل مشكلة كبيرة جدا لو مشينا من طريق مختلف يعمل مصيبة ينزل من العربية وما يرضاش يمشي أبدا لأن الطريق ده مش الطريق اللي أنا متعود عليه يبقى هو التعلق بالروتين عنده بقوة ويقاوم التغيير يعني ما نقدرش نخليه غير أنه المانع أنه نمشي من طريق تاني لا عشان تعلقه بالروتين بيعمل مشكلة كبيرة تمام فدي من أعراض التواحد فمش كل طفل اتأخر في الكلام نقول عليه تواحد مش كل طفل عنده مشاكل في أنه ما مش عارف يعتفاعل مع اللي حاوليه بنقول تواحد لازم عشان نشخص تواحد نروح لمركز في بعض المتخصصين عندهم الآليات والمقاييس الكتير هوي اللي يقدروا يقولوا بيها أنه تواحد أو مش تواحد ما نقدرش نحكم عليه من موقف أو حاجة عمل حركة الكرالية فنقول إرحق ده تواحد لا لازم علشان نجزم أنه تواحد نروح لمكان متخصص في ناس تدربوا تدريبا خاصا على مقاييس خاصة بالتواحد يقدر يقول الطفل ده تواحد ولا مش تواحد جميل هل من الممكن أن يصاب الشخص البالغ بالتواحد؟ لا لا طبعا هذا هو مرض اضطراب من الطرابات فشخص بالك في حول 15 سنة وعد على مراحل العمر والتفاعل والتواصل والكلام كل ده عد عليه استحاله يجيلي تواحد ما مش حاجة اسمها كده اضطراب التواحد هو اضطراب من الطرابات ما بعد الولادة نمو الشاملة أيوة يعني في الطفولة بيحدث أثناء مراحل النمو أو الطفولة الموكرة خلاص لكن ممكن طفل لا تظهر عليه الأعراض بشكل قوي أو لم يلاحظ بشكل مناسب وقوي إلا عند سن خمس سنوات فده مش معنانه أن التواحد ظهر عليه دلوقتي التواحد هو مولود به وعنده استعداد به وعنده استعداد جيني له ولكن ظهرت الأعراض وبقوة عند سن خمس سنوات لكن طفل أو شخص بالغ عنده عشرين سنة أو خمس سنة بيتعامل مع الناس ودخل مدرسة ويتعامل وفجأة يعني أفهم من حديثك أستاذ أفهم من حديثك أنه الشخص يولد بهذا المرض فعلا ليس بعد الولادة هو بيولد به ولكن زي ما قلنا تاني التعاملات المجتمعية في البيت مع ماما وبابا والأسرة يزيده من حدة هذا المرض فيبقى صعب مرض صعب والولد ما يوصلش لدرجات قوية يأما يقلله عن طريق زي نعرف المشكلة المشكلة هو التواصل والتفاعل أكبر مشكلة عند طفل التوحد مش أنه ما برعبش يتكلم هو مش عايز يتواصل مع الناس هو عنده القدرة على التواصل ولكنه لا يريد ذلك فإحنا هنحاول من بعض التدريبات والتعليمات أو الطرق اللي هتدخلنا لعالم الخاص بتاعه أنه يرضى أو يقبل أن يتواصل معا جميل أستاذ الفرق بين المصابين بالتوحد والمنغوليين هل هناك فرق؟ هل هناك تشابه بين هذا المرض؟ خلينا نقول الفرق طبعا واضح في أنه مرض المنغولين أو الداون سندروم أو متلازمة الداون سندروم هي معلومة أو اطراب واضح المعالم عندنا مشكلة في جينات كرمزوم اللي هو 21 بدل ما يبقى اتنين منه لا بيبقى ثلاثة فبيأثر على أن الولد ده يولد أو البنت تولد عندها مرض الداون سندروم خلاص عشان كده هما بنسمين يوم 21 مارس هو اليوم العالمي للداون سندروم عشان هو الكرمزوم 21 مقسوم لثلاث أنواع بتزيد يعني واحدة عن الباقي خلاص بيتقابلوا فين وبيختلفوا فين الداون سندروم هما أشتر ناس وأحسن ناس في العالم يتفاعلوا اجتماعيين بدرجة كبيرة أكتر من الطبيعة فيسلم على كل الناس اللي ماشي يضحك لكل الناس التواحد غير ذلك خالص لكن يتقابلوا فين وبーム كان يبقى في تأخر لغة الإثنين وبعندهم تأخر لغة الإثنين بيكون عددهم تأخر في مهرات الحياة اليومية في ممكن يبقوا juice bio لا يعرفوا يدخل الحمام لا يعرفوا يلبسوا لوحدهم يجب ان يدربوا على ذلك ده يتقابلوا فيه الاثنين عندهم مشاكل في مهارات النمو او في مهارات الحياة اليومية الاكل والشرب والقلع واللبس المهارات دي فنحن محتاجين تدخل للاثنين بان هم يتعلموا مهارات الحياة اليومية لكن ده تفاعليا واجتماعيا رائع جدا اللي هو الدون لكن التواحد دي مشكلته عنده مشكلة في التفاعل مع البشر ولا يعي لهم ولا بسمها يعمل لهم اي اعتبار اجتماعي او عاطفي بالنسبة لي لكن الدون بيحبوك وبيتبسطوا معاك ويهزروا معاك فهم تفاعلين اكثر جميل من هم اكثر عرضة بمرض التوحد اوستاد والله يبص هو المعلوماتي واللي مش دقيقة عشان ابقى واضح الزكور اكتر لكن نسبة الى كام وكام للأسف مش عارفة لكن هو المعلوماتي الاكتر ان الطلاب التوحد يصاب به اكثر الزكور من الاناس لكن مش عارفة نسبة كم سرعة جميل الان سنتوقف مع هذا الفاصل عزائي المشاهدين ومن بعده نعود لنواصل معكم ما تبقى من برنامج تحت ضو مع الاستاذ محمود جابرجاد خصائي التربية الخاصة مدير شركة ارادة لتأهيل جمهورية مصر العربية كونوا معنا بعد الفاصل عودة اليكم الى حضراموت كيف اقتت هذه الزيارة قبل ان ابدأ بالاسئلة الاخرى والله انا برضو سعيد جدا بالزيارة دي وهي تجربة بالنسبة لي فريدة وجميلة الفكرة بس ان انا احنا عندنا مكان اسمه ارادة في مصر وكان استاذ احمد مدير مركز التواحد بالشحر هنا كان تواصل معنا وكان يعني جاب طفل او كذا طفل يتم تقييمهم وتشخصهم عندنا في مصر وكنا تواصلنا انه احنا نتواصل مع بعض ان هما يبقى في مكان ونقدر ندرب بيه الكوادر وهم فعلا ربنا يحفظهم يعني الجمعية هنا عملت دا وجابة محاضرين من مصر كسر يعلموا الطاقم او الطاقم المربيات في تدريبهم ازاي يعلموا الاطفال او يتعاملوا مع الاطفال ببرامج تدريبية يعني فتم استدعائي من استاذ احمد مدير مركز التواحد هنا بالشحر وقال لي انه احنا محتاجين حضرتك تجيب لنا برامج جديدة ومقيس او تقييمات جديدة نقدر نساعد بها الاطفال وطرق تدريبية مختلفة نقدر نعلم بها الاطفال تواصل معي من حوالي من اكتر من سبع شهور تمن شهور وبصراحة الراجل كان صبور انه صبر على الوقت يعني والحمد لله تواصلنا مع بعض الوقت مناسب وتقابلنا يعني بعتلي المكان ازاي وازاي اجي وكانت تجربة فريدة يعني انا مبسوط جدا من التجربة دي وبصراحة الناس يعني انا مش عايز اقول اشكر فيهم اكتر من اللازم ولكن هم فعلا انا ما شوفت طيبة وتعاملة حسنة وناس حبين يتعلموا اشكر ادارة الجمعية والمجلس الادارة لان هم متعاونين معي بشكل بيرسخوا لي كل حاجة انا عايزها كمان الطاقم التدريبي متفاعل وبييجوا ليه المهار وما بيتزهقوش مني يعني من كتر التدريبات وبيستجيبوا وبيتعلموا فيعني ربنا يبارك فيهم فانا مبسوط معاهم كائني في مصر جميل جدا سأخوض في سؤال ايضا في صميم هذا الموضوع ومن خلال زيارتك لهذا المركز هل لاحظت انه يعني كيف كيف هو التعامل داخل المركز كيف يتم تعامل المربيات مثلا مع مرضى المصابين بص هو اكبر ما نعانيه من مشاكل في التعامل مع الاطفال دول هو انك تجيب كوادر الكوادر دول عندهم ضمير وانسانية في التعامل مع الاطفال ويمكن ده اللي لقيته انه هم كمربيات حبين التعامل كان ينقصهم بعض المعلومات او بعض البرامج التدريبية اللي الحمد لله ان شاء الله يستفيدوا منها خلال الفترة اللي انا بدربهم فيها ويتعلموا من خلالها كيفية التعامل مع الاطفال بشكل ميهني اكتر ولكن الحمد لله هم على ارض او قاعدة سابتة ويتعامل بروحها التعامل بحب مفيش مدرسات متضايقين من الاطفال بيقرفوا من الاطفال لا بيتعاملوا معهم كولادهم واخوتهم فدي كانت اهم نقطة انك تلاقي مجموعة من البشر ربنا يختارهم ويستفيهم ان هم يتعاملوا مع الاطفال اللي هم دول المفروض جميعا لا نحسبهم على الله ولكن هم اكيد من اهل الجنة فان هم ربنا يختارهم ويستفيهم ان هم يشتغلوا في المجال ده يبقى هم عندهم خير مش موجود في ناس تاني كل الناس فيها خير لكن يعني اكيد مميزين في ان هم يتعاملوا مع البشر الاطفال اللي هم ما بيقدروش يروحوا يحكوا ايه اللي بيحصل في البيت او ايه اللي بيحصل في المركز فهو انك تلاقي كوادر بيحب التعامل مع الاطفال دي بتبقى حاجة مهمة جدا يكفي بقى او دورك ان انت تبتدي تدربهم وتعلمهم على المواد العلمية او البرامج التدريبية العلمية المهنية المقننة من العلماء برا ان دي اللي هتفيد اكتر وهكذا جميل جدا طيب نعود الى موضوعنا وفي صميم موضوع التوحد هل مرض التوحد درجات اه طبعا ويمكن في مقاييس معروفة مقياس اسمه كارز ده بيحدد شدد المرض حسب درجة الولد وده بيقدر يقيسه او يقدر يشخص به الاخصائي النفسي في المكان علشان كده بنقول لو سمحتم يا اهالي لو سمحتم مش اي ابنك لو تأخر بعن دربع سنين وبتكلمش تجزيمي انه توحد لو سمحت روح المكان في متخصصين يقدروا يقيموه يشخصوه بقاليات هم عندهم ادوات تشخص ده هيقدروا يقولولك هو فعلا توحد ولا لا تمام؟ علشان احنا ماشيين بخطوات ثابتة وصحيحة هي مشكلتنا كلها فان احنا نعرف فين المشكلة بعدين طرق العلاج او طرق التحسين المشكلة ده بيختلف من مكان لاخر لكن المهم نعرف هو فيه مشكلة ولا لا تمام؟ يعني افهم من حديثك استاد انه لابد من فرز الاشخاص مثلا في المراكز مثلا هذا درجة اولى هذا درجة ثانية يعني ما يصحش نحطهم في مكان واحد ايو طبعا طبعا ومن خلال زيارتك انت للمركز يعني هلقى هم متقسمين هنا حسب درجة المشكلة الاعقاط الشديدة شوية مع بعض لكن وعدد الاطفال في الفصل اقل من عدد الاطفال التانيين وعدد المربيات اكتر يعني الفصل اللي فيه اطفال حالتهم شديدة شوية وفيه مثلا ست اطفال عندهم اربع مربيات لان دول محتاجين تدخل اقوى وشديد لكن الاطفال اللي هم قربوا يبقوا يخش في المدلسة ويندمجوا في المجتمع بيبقى مثلا عددهم اكبر شوية لان هم عايزين بيئة قريبة من الطبيعية فبيخش فصل والفصول بتبقى زيها زي المدرسة بالزبط بس عددهم برضو مش زي فصل المدرسة ولكن اقرب يعني ممكنش الطفل ينتج للفصل الاخر او للمكان الاخر بعد ما تحسن مهاراته ومستوى يتحسن الادارة الفنية بالتعاون مع المربيات يقيموا الوضع تاني وبعدين ان شاء الله يوصل لمستوى اعلى كل ما مهاراته تزيد كل ما مستوى اعلى حد ما احنا هزين نوصل انه الرادي يوصل للفصل الاكاديمي عشان يندمج بقى بالمدارس الطبيعية والعبادية جميل جدا هل رأيت استاذ انه البرامج الحالية مناسبة للاطفال انت تحدثت الان انه تحتاج الى ربما تأهيل اكثر تطوير هم كانوا بيتعاملوا ببرنامج رائع وممتاز اسمه EBA وده برنامج جيد جدا لكن العلماء بره بصراحة يسبقون بأعوام في المجال فكل شوية يطلعون او يطلعون مواد علمية اكثر دقة لفادة الاطفال التواحد بالاخص فاحنا جينا ضربناهم دلوقتي او احنا عندنا برنامج تم ترجمته في مصر عندنا في المركز اسمه الابلس ده برنامج دسم جدا ومتشاهد جدا يحتوي على 25 مجال كل مجال في بعض الاهداف وصل انه عنده 544 هدف تدريبي عشان يخلي الطفل التوحد او اللي عنده مشاكل في تواصل او اللي عنده مشاكل في المهارات المشاكل دي، مأثرة على مهارات حياته اليومية انه هو يتطرب عليها يعني مثلا لو عندي البرنامج Attorney وقيمنا علىه الطفل وعنده مشاكل لو الطفل أي طفل في المركز هنا وصل انه نجح في كل مجالات مجالات واهداف البرنامج الابلس هيبقى طفل عنده 7 سنوات طبيعTech هيبقى عنده مهارات الطفل اللي عنده سبع سنوات طبيعي جدا في كل مجالات الحياة في الحوار في الكلام في التسمية في الكراءة في الكتابة في الرعاية الذاتية في كل مهارات في كل المجالات هيبقى هو طفل طبيعي عنده سبع سنوات الطموحات أستاذ والأمال لإذوي التوحد وما هي دور وجود مراكز الإعاقة بص هو خلينا أتكلم عن الأدوار قبل الطموحات لو تسمح لي أدوار كل حد في المجتمع له دور وربنا سبحانه وتعالى بيجيب أو بي يعني مش بيأذي ولكن هو بيقول لنا عشان نتعلم يعني لما يجيب لنا طفل توحد عشان نعرف أنه هو قادر على أنه فجأة فجأة من غير أي أسباب يأخذ القدرة على التواصل والكلام مع الأشخاص ليس له سبب علمي حتى الآن العلماء محترين إيه السبب دا؟ فده معناه أنه بيقول لنا إحنا أنتوا هتعملوا إيه؟ أنا أديدكم القدرة على الكلام وعلى التفاعل والتواصل يا طرى لما تلاقوا ده هتعملوا إيه؟ فالأم ليها دور أنها تقبل وترضى وترضى بأنها قبل أن الطفل ده معاها وترضى بأن ربنا سبحانه وتعالى قال لها أنت عندك طفل من أهل الجنة تكريميه نكريمك من أجره وأنما يوفى الصابرون أجرهم بغليل حساب فأن صبرك وطبعا أنا مقدر أنك تكوني تعبانة أم أو أب وأن عندك طفل عنده مشكلة من النوع ده مختلفة والعالم كله ما يعرف لهاش حل وما يعرف لهاش علاج فده أمر كبير خلاص فساعتها يبقى أنت تصبري فالفكرة أنه ربنا سبحانه وتعالى بيديها بعض الصفات طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إله وسحانه فمعنى أنه نختارك أنك يكون عندك طفل من هؤلاء الأطفال معنى أنه بيقولك تذكريني دائما وأنك لو صبرتي وتعاملتي وتعاملتي مع الطفل برفق وولين إن شاء الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دور الأخصائيات هنا أنا لسه قيل من شوية أن كل ما يكون كل الأخصائية حاسة بالطفل وعرفة أنه هو داخل عندها عنده مشكلة في أنها تتعلم ما هو جديد تتعلم ما هو كل ما هو جديد تصبر على تعب طفل التواحد ممكن فجأة فجأة بدون مقدمات يضرب الأخصائية يأذي الأخصائية يأذي نفسه بدون مقدمات فدول عليهم يعني ربنا يجزيهم خير ويجعلوا في ميزار حسناتهم لكن عليهم الصبر والتوعية أنهم يوعوا الأولياء لأمور ويقولوا لهم ما لهم وما عليهم إزاي نربي وإزاي نعلم نتعلم الأهداف وننفذها ونطبقها علشان نقدر نوصل للطفل الأعلى مستوى من المهارات اللي هو المفروض يتعلمها طبعا فيه دور للإعلاميين أن هم يوعوا الناس زي ما حالك بتعمل جزاكم الله خيرا أن دورك أنك توعي أن طفل التواحد والله ليس له ما بيظهرش عليه أي أثر من أثر أنه عنده مشكلة يعني الطفل المنغولي مثلا نباين على وشه فممكن الناس تتعاطف وتفهم لكن طفل التواحد طبيعي جدا بس ممكن تكون ليه أمور شازة حركات شازة لو سمحتوا تقبلوا ما تقصوش على الأهالي بنظرات وبأفعال وبأقوال خلوهم يندمجوا من حقهم يشوفوا المجتمع ويعيشوا فيه مش عشان هم عندهم مشكلة نقفل عليهم ونقفل الباب خلوهم يندمجوا ويخرجوا ويعملوا وتقديرهم لده المجتمعات المدنية يساعدوا المراكز دي يساعدوا المراكز بينهم يساعدهم يجيبوا لهم متخصصين يعلموهم يساعدهم بالأدوات يساعدهم بالتوعية يساعدهم بأنهم يقولونهم إيه المشاكل اللي عندكم الكوادر اللي إحنا بندربها ممكن فجأة يمشوا نضطر نعيد تدريب الكوادر مرة أخرى لظروف مختلفة يبقى المكان هنا بعد ما درب 15 أو 20 أخصائية أو 30 فجأة لظروف مادية مرتبات ضعيفة مع أنهم اللي بيعانوا بيعانوا معاناة ما يستطيعش عليها مش أي حد يستعملها فتلاقي مرتبات ضعيفة فالأخصائية تتعب من كتر الشغل فتسيبه فانطر نجيب حد تاني وندربه ونعلمه وده كله إجهاد على الإدارة وأنه بعد ما جبت المتخصص وعلمته سبني ومشي فالمجتمعات أو المجتمعات المدنية أو فاعي الخير يساعدوا بده لو عنزين أدوات نجيب لكم لأنه الشغل بتاعنا كله محتاج أدوات محتاجين غرف اسمها غرف حواس لتدريب الحواس ترى دي تكلفتها عامنا إزاي نقول للناس يا جماعة الأطفال دول محتاجينكم محتاجين آه دعوادكم وإن إحنا نصبر ولكن محتاجينكم تكاتفوا مش بس لازم يكون مرض عنده مرض ولازم يروح يكشف فتبقوا أنتوا شايفين ده حد عنده لقدر الله سرطان ففي أشعة فتشوفوها تتأكدوا فتروحوا تبعتوه مرض توحد عمرك لو شفته ما تفهم أن عنده توحد ولا أنا عنده مشكلة تعالوا المراكز وشوفوا بنفسكم الأطفال وعرفوا إزاي بيتشخصوا إيه الصعوبات اللي بتواجه الإدارات وحاولوا تساعدوا ساعدوا بكل ما قوتيته من قوة عرفوا كل الناس بالمشاكل دي هتلاقوا المشاكل هتلاقوا المشاكل بتقل فصحيح ما بتتحلش طفل التواحد بلا نقاش مش هيتعالج ولكن مشكلته هتقل بعد ما كان ما بيعرفش أي حد بتادينا نعرفه شوية بشوية بتادينا نقلل حدة المرض عنده وهكذا فلو سمحتوا كلنا يبالينا أدوار الدور للجميع للأعلام للمؤسسات للمجتمع للوزارات أنا عدت مع مشرفين التربية التعليمية جم قابلوني هنا فقولتهم يا جماعة أكبر ما يقلقنا بقى طفل يتواحد وابتدى يعرف يقرأ ويكتب فضلوا يندمج مع المجتمع يبقى دوركوا كمشرفين تربية وتعليم تعلموا المدرسين كيفية إدماج الطفل ده معهم في الفصل لأنه لما يروح هيروح برضو بجزء من مشاكله مش هتتحل فلازم تتقبلوه وإزاي تعملوه وتعملوا دمج ما بين المدرسين بمعنى أنتو لو الأطفال المدرسات ما يعرفوش حاجة عن التواحد يجوا ياخدوا كرصي هنا عن التواحد وكيفية التعامل يبقى الدمج مجزء ممكن طفل التواحد يقعد هنا ثلاثة أيام ويروح المدرسة يومين ويمشي بالتدريج لحد ما هو لازم إحنا دورنا إيه؟ إحنا عايزين يخليه يروح المجتمع ويتعامل مع الناس زي الطبيعي مينفعش بيدور واقف هنا ويروح المدرسة يلاقي بقى تصادم أطفال مش فاهمين بيعملوه معاملة مش كويسة فالولد يتصدم بعد ما كان في مجتمع مهيئ وبيعملوه كويس يلاقي معاملة مش كويسة يلاقي مدرسين مش فاهمين يتعاملوا معا ازاي فيترفض من المدرسة تاني بإحنا معملاش حاجة ومجدنا كله ده راح كبر الولد بعنده 12-13 سنة يمشي من المركز عشان ملوش مكان لها انه كبر ويقصبته بكل اللي عملنا ضع فلازم وزارة التربية والتعليم يبقى عندها توعية بانه المدرسات بتوعها والمدرسين بتوعها يفهموا يعني ايه المرض ده وانه من حقه يتعلم ولانه ولد مش خطير ومش مؤذي هو بس من حقه يتعلم بطريقة مختلفة استاد محمود كيف يدمج طفل دوي الهمم مع المجتمع؟ كيف يندمج يعني خلينا نقول انه زي ما كنت بقول من شوية انه كل كل حد ليه دور حسب دوره في المجتمع الطفل التوحد زي ما قلناه عنده مشكلة اكبر مشاكله في التواصل والتفاعل الاجتماعي ولكن عنده بعض الالصفات وبعض القدرات اللي ممكن توصل انها تبقى خارقة يعني الطفل التوحد ده ممكن يكون عنده من القدرات البصرية والادراك البصري اعلى من الطفل الطبيعي فاحنا كل دورنا بس ان احنا نحاول نكتشف ايه المدخل المدخل اللي يوصله المعلومة اللي هو مدخل البصري فاحنا نعلمه عن طريق البصر انه يقرأ ويكتب اي حاجة يتعلمها لما يشوفها الاول خلاص لو عملنا كده والولد يتحسن محتاجين زي ما قلنا من شوية تدريب لكوادر جوة وزارة التربية والتعليم يفهموا كيفية التعامل وممكن يحصل تواصل ما بين المراكز احنا في المركز هنا لما ضربنا الاخصائيات احنا عايزين نضرب الاخصائيات اللي في الشحر كلها في المدينة كلها عشان يتعاملوا مع كل الاطفال فما المانع ان احنا يبقى فيه بيننا تواصل كل مراكز اللي بتشتغل مع الاطفال يبقى فيه بينهم تواصل لانو فيه طفل كويس وعندهم مشكلة تعالوا نتقرب مع بعض ونتواصل مع بعض لان احنا مش بننافس بعض احنا كلنا هدفنا الولد يتحسن كذلك وزارة التربية والتعليم تتواصل مع كل المراكز ازاي نعمل دورات تعليمية فيها الفريق ده والفريق ده عشان المدرسة او المربية في المركز عارفة تتعامل معاه وعارفة توصله المعلومة المدرس كمان يتعلم منها ازاي يوصل المعلومة يبقى فيه متخصصين جوه الوزارة يقيمه طفل ده فعلا يقدر يخش يندمج مع الاطفال ولا لا قدراته لسه ما تسمحهوش يبقى فيه آلية ده فيه حاجات ثبتة ومعروفة حاجات علمية مقننة مقاييس اختبارات زكاء مقاييس نفسية زي الكارز نقدر نعلمها للاخصائين ويبقوا الاخصائين دول تابعين لوزارة التربية والتعليم يقدر هم يقيموا الاطفال في المراكز ان الطفل ده نجح في مستوى معين يدخله مدرسة لما ندخله مدرسة او لما يشترك في مدرسة يقدر يمشي بخطوات ثبتة في مراحل التعليم زيه زي غيره بس هيحتاجه طريقة بس طريقة الفرق بينه وبين غيره هي طريقة لتوصيل المعلومة طفل ده تاني الطبيعي بيتفاعل ويتواصل بسهولة لكن ده ممكن طريقة التواصل تكون مختلفة فمحتاجين حد متخصص يعرفها او يقولين عليها ساعتها الولد ده هيندمج يبقى عاجي جدا ممكن يوصل لمراتب ممكن يخش كليات ممكن يبقى انسان طبيعي يتزوج ويخلف ويعيش خلاص بس احنا دورنا ايه نبقى امالنا فيه يوصل يشارك استاد سوا كان مؤسسات حكومية حتى مؤسسات خاصة اهلية اه طبعا الكل يشارك في هذا الجانب لدعم هذه المراكز لتكون يعني مؤهلة اكثر وان الاطفال دول محتاجين مننا ايوة محتاجين نجيب ناس يعلمونا برامج جديدة محتاجين نشتري ادوات خاصة عشان يتعلموا بيها محتاجين تدريب لكوادر خاص وكذا صح ومحتاجين قوانين وتشريعات تسن للاطفال دول ان من حقهم التعلم وان هما يخشوا في مدارس ويندمجوا الوصل مش بقول كل الاطفال في مقاييس محددة بتحدد مستويات الاطفال مفيش مهنة نتعلمها ويبقى عندنا اهلية ان الطفل لما يوصل لدرجة كذا في اختبار الزكاء ينفع يخش مدرسة لما الطفل يجيب درجة الشدة تكون متوسطة او بسيطة في التواحد ينفع يخش مدرسة وندخلوا مدرسة وبالتدريج ندخلوا نوصل معاه انه يبقى يندمج في اطفال عاديين خلاص صحيح ومش هيخف من المرض ولكن هيبقى درجة الحدة اقل انا دلوقتي محتاج رعاية خاصة محتاج ندارة يعني ما بشوفش من غيرها يا ترى لو انا علشان بستخدم الندارة المجتمع يرفضني وما يقبلنيش علشان عندي مشكلة مزاي زي الطبيعي ما انا كده مش زي زي الطبيعي لان انا كده زوي احتياج خاص ده ايه ده اسم احتياج خاص الوقت اللي ما بيسمعش لما بيلبي السماعة يا ترى نلفظه من المجتمع ومش من حقه يتعلم علشان هو عنده مشكلة سامعية لأ ما بالك بقى من الطفل التوحد هو كمان عنده مشكلة تفاعل وتواصل بيسمع وبيشوف كويس ليه نلفظه من المجتمع ليه ما يبقوش لحقه في انه يشترك ويندمك بوصل اطفال دول الطبيعيين ليه ما نوعيش حتى اطفالنا انه لأ ادوافل اه هو طفل مختلف عنك لازم تعامله باختلاف شوية ما نهربش منه اه ما نخافش منه انه غير مؤذي ومع ذلك فيه فيه طرق كتيرة حتى لتعديل السلوك ومشاكل تعديل السلوك كل ده بيحصل في المراكز لو سمحتم القدوق اكثر على الاطفال القدوق اكثر على المربيات كيفية التعامل مع الاطفال هاتوا مساعدات كانت مالية او معنوية بانه نجيب ادوات خاصة للاطفال دول وبعد ما يتحسنوا لو سمحتم يتسيبهمش يقفوا هنا اطفال كتير او ما بيوصلوا لسن معين للأسف بيسيبوا المركز بيعلفوا بيوتهم كل اللي يتعلموا لو تعلموا مهارات الحياة اليومية بانهم يخشوا الحمام بانهم يلبسوا بينفزوا ده لكن ما بعد ذلك خلاص كل واحد من الاهلي بقى بيخلي ابنه جوه البيت ويستنى بقى طب فين هيعمل ايه بعد كده لو سمحتوا لا تفقد الاهل وامن لا ممكن طفل ده ده يتعلم مهارة معينة انتبقاش عند الطفل تاني جميل استاذ الوقت دهمنا ومر بسرعة معك صراحة يعني كان ودنا ان نستمر ولكن اضيق الوقت دهمنا استاذ محمود جابر جاد اخصائي تربية الخاصة مدير شركة ايرادة للتأهيل جمهورية مصر العربية كنت معنا ضيفا في برنامج تحت الضو وصلتنا نحن الضوة اليوم على مشكلة مهمة جدا في المجتمع مرض مهم جدا وهو مرض التوحد ده كلمة اخيرة تختم بها والله طبعا باشكر حضرتك على الاستقبال الجميل ده وبقول انه يا جماعة مرض التوحد او اطفال التوحد كل ما هم يعانوا هم عندهم مشاكل في التفاعل والتواصل مع البشر لو سمحتم ما تزودوش الموضوع قربوا منهم حبوهم بالمشاكلهم وباختلافاتهم كلنا مختلفين مختلفين الثقافات مختلفين الاراء مختلفين الافكار ما ينفعش كل ما يكون حد مختلف معنا ننبوزوا لا هو من حقه يتعايش معنا وهي مشاكل وتفاعل عشان كده بنقول تفاعلوا انتوا قربوا انتوا هتلاقوا منهم حاجات كتيرة جدا وجميلة جدا وربنا يوفقنا جميعنا الخير اشكرك جزيل الشكر استاد محمود وانا سعيد جدا اني اتجايت بك اليوم ومن اجمل حلقاتي اللي قدمتها في برنامج تحت الضو يعني احب اقولها على السادة المشاهدين والجمهور المتابع ايضا عبر قناة عادو ايضا احب اشكر الطاقم اللي اليوم معنا في البرنامج ونحن الان هنا في مركز التوحد بمدينة الشحر ايضا اشكر كل المشرفين من مدرى من طواقم تعمل ليل نهار في هذا الجانب من اجل طفل التوحد اشهركم ايضا عزائي المشاهدين على حسن متابعتكم واصغائكم برنامج تحت الضو نلتقي باذن الله في اسبوع المقبل لكم تحياتي عمر عرم الى اللقاء اشتركوا في القناة